دكتور نبيل هل الرهان الجزائري على استثمار التقدير الفلسطيني لها على العلاقة التاريخية بالقضية الفلسطينية أعلان قيام دولة فلسطين من الجزائر في الخامس عشر من نوفمبر تجريل الثاني عام ثمانية وثمانين هل كل ذلك سيدفع القيادة والفصائل الفلسطينية إلى إنجح هذه المبادرة الجزائرية بالتأكيد للجزائر مكانة خاصة في نفوس الفلسطينيين هي ذات المكانة التي لفلسطين في الرأي العام الجمعي في دولة الجزائر ولدى شعب الجزائر هذا يندج تحت إطار النفوذ المعنوي لكن في أشياء مادية على الأرض مثلا موضوع المصالحة متداخل موضوع التهدئة أو موضوع حصار غزة الذي يمسك بالملفين المتداخلين الآن هي القاهرة لذلك يجب أن يدرس لماذا كل هذا النفوذ المادي والجغرافي ومن كل النواحي للقاهرة خلال كل الفترة السابقة لم نصل إلى إنهاء الانقسام هذا يجب أن تدرس وإخواننا في الجزائر أكيد مطلعين يعني هذه دولة محترمة الجزائر يعني بتعرف شو بيجري ولديها أجهزة ولديها بواسسات ولديها معلومات عندما يكون صاحب معبر رفح والحدود الجغرافية الرئيسية مع قطاع غزة في سناء هي مصر وتكون غزة وفلسطين هي ركن أساسي من أركان الأمن القومي المصري بلا جدال في ذلك ويكون الانقسام قد استمر سنوات طويلة دون تقدم بل بتقاقر دائم هذه تجربة يجب أن تدرس النفوذ المعنوي دائما خلينا نقول محفوظ على العين وعالراس والجزائر بالظل أهم دولة واكبة العمل الوطني الفلسطيني منذ تأسيسه وعندما كان عز علينا أن نجد مكان نعقد فيه المجلس الوطني كنا نجد الجزائر تقول تعالوا هذه بلادكم اعملوا ما تشاءون لا ينكر ذلك لكن في على الأرض حقائق جديدة منها تداخل ملف المصالحة مع ملف التهدئة مع ملف تبادل الأسرة وبالتالي هذه كلها الملفات ستأخذ وقت طويل إذا حتى الآن لم يجري تقدم في أي منها رغم كل المزايا المتوفرة لدى المتدخلين الرئيسيين في الموضوع إذن أنا بقول أنه نعم إذا أردنا أن نحترم مكانة الجزائر ونفوذها المعنوي فلننجز العمل هنا ونذهب إلى الجزائر نقدمها كهدية غطينا يا جزائر فيما تفصلنا إليه من اتفاق ونذهب أيضا إلى القاهرة ولكل عاصمة تدخلت في الشأن الفلسطيني يجب أن تدرك جيدا أنها لن تفلح في التوصل إلى أي اتفاق على أي مستوى إن لم يكن أساس اتفاق فلسطيني فلسطيني على أرض فلسطين هذه هي النظرية الثابتة التي يجب أن يعيها الجميع حتى الآن الكل يتحدث باللغة التي بدأ بها قبل 15 سنة وبالتالي ما فيش عصة سحرية تستطيع أن تجمع كل هذه اللغات والمواقف والاجتهادات السياسية المتبادلة لتنهيها في لقاء أو لقائنا أو عشرة يجب أن يتم هنا بلورة وحدة وطنية حقيقية لشعب ما يزال تحت الاحتلال ولا أمل له بأن يقطع خطوة واحدة للأمام إلا إذا استعاد وحدة الوطنية واستعاد عمل مؤسساته سواء مؤسسات السلطة أو مؤسسات منظمة التحرير وهذا لا يجري عليه أي جهد جدي حتى الآن